بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من قصص السنة المطهرة يحكي لنا العدنان أروع القصص فيها العظات وفيها للورى عبر الحديث الذي معنا اليوم حديث محبب إلى القلب روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال النبي له وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا حج إلا أني أحب الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس بن مالك رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت فأنا أحب النبي وأحب أبا بكر وعمر ولم أعمل بمثل عملهم وأرجو أن أحشر معهم في هذا الهدي النبوي الشريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبب الجراح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوي قلوب العشاق عشاق جماله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل سيدنا أنس ده خادم النبي جلس في بيت النبي عشر سنوات يتعلم من رسول الله كيف تكون الرحمة كيف تكون الأخلاق الفاضلة كيف تكون محاسن الأخلاق فبيقول في يوم جاء رجل من البدية من الصحراء رجل من أهل اليمن الرجل ده اسمه ذو الخويصرة اليماني من أهل اليمن وذو الخويصرة ده هو نفس الرجل الذي جاء إلى المسجد وبال فيه الأعرابي اللي بال في المسجد فلما الصحابة منعوه من فعلته وهو يتبول في المسجد أم سيدنا النبي قال لهم دعوه لا تقطعوا عليه بولته هريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا أو دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هو نفس الرجل ده الذي جاء يسأل النبي عن الساعة متى الساعة ومتى الساعة معنى الكلام ده بيسأل عن القيامة لو عندك ابن في السنوية العامة ومزاكر وأنهم عليه من مذاكرة واستعدى للامتحان يقول لك إيه إما للامتحان إمتى معنى الكلام إيه إن الواد جاهز للامتحان طب لو مش جاهز وبش مذاكر هقول ده لسه بدري يا رب الامتحان ما ييجي إنما ده بيسأل ومتطمن متى الساعة فأم سيدنا النبي ردي على السؤال بسؤال انت بتسأل عن الساعة عن القيامة وماذا أعددت لها انت إيه اللي انت مجاهز للساعة وللقيامة فالرجل صادق مع سيدنا النبي قال له يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أني شوف الراجل أحب الله ورسوله لأن الحب خضوا بالكم حب ربنا وحب سيدنا النبي لا يوزن بميزان إنما يوفى المحب على حبه بالمكيال الأوفى من الواحد الديان تحب يبقى معا اللي انت بتحبه اللي هيحب فنان هيحشر معاه اللي هيحب لاعب هيحشر معاه اللي هيحب سيدنا النبي هيبقى مع سيدنا النبي وأعظم نعيم في الجنة أن تكون مع رسول الله سئل أحد الحكماء صف لي نعيم الجنة فقال فيها رسول الله ده أعظم عطاء في الجنة إن انت تشوف سيدنا النبي وتعود معاه وتكلمه صلوات ربي وسلامه عليه سيدنا أنس بن مالك بقى راوي الحديث يعلق على الحديث تعليقا رائقا يقول رضي الله عنه وأرضاه فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول رسول الله أنت مع من أحببت يعني سيدنا أنس بقول كده بقول ما فيش حاجة فرحتني بعد الإسلام زي قول النبي أنت مع من أحببت ليه بقى ليه يا سيدنا أنا سوفي أوليه فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمراء ولم أعمل بعملهم وأرجو أن أحشر معهم أنا بنحب الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة نحب الصحابة لكن من فينا زي الصحابة ما فيش ده ربنا اختار أطهر القلوب لصحبة الحبيب المحبوب أطهر قلوب الناس بعد سيدنا النبي هم الصحابة اختارهم الله لصحبة نبيه لذا القرآن الكريم بقى الآية الكريمة ربنا يقول لنا في القرآن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللي بنقولها في الصلاة صراط الذين أنعمت عليهم منهم النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كان الرجل المحب لسيدنا النبي يتغنى ويقول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول يشوف سدن النبي هو ده هو ده قرار العين الحقيقي هو ده النعيم الدائم هو ده النعيم المقيم هو ده النعيم الصرمد الأبدي الذي لا يفنى أبدا ورضي الله عن سيدنا علي بن أبي طالب إذ يقول النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها فأعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها شوف يقول له والجار أحمد جوارك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى بنتعلم من الحديث اللي معانا أن المرأة يحشر يوم القيامة مع من أحب من أحب قوما حشر معهم وإن لم يعمل بمثل عملهم وإحنا بنحب سيدنا النبي وبنحب الصحابة وبنحب أهل البيت وبنحب أمهات المؤمنين وبنحب أولياء الله الصالحين ونرجو من الله أن نحشر معهم وإن لم نعمل بعملهم عشامنا في ربنا أننا بنحبهم أنت مع من أحببت في الجنة ربنا يجمعنا بسيدنا النبي في الجنة ويرضيه عنا ويرضى الله عنا برضى النبي عنا وننعم بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين